استمدت المسارعة الجزائرية لمياء شملال قوتها وصلابة بدنها من هذه التضاريس الصعبة الواقعة بأعالي جبال البويرة هنا بقرية الشرفة كانت الانطلاقة الفعلية للبطلة لمياء والتي حظيت بالرعاية الكاملة من عائلتها وهو ما دفعها لشق طريقها للنجاح فكان لها ما تمنت بعد عشر سنوات من دخول عالم مسارعة في 2011 دخلت البطولة على الأساغر تحصلت على المرتبة الثالثة كان مستوى التعيش شوية ضعيف ما كنتش نعرف هذه الرياضة مليح ومع الوقت ومع اليوم بديت نخدم بديت نطور فيها وديت نقلسيب شوية شوية البطولة الإفريقية اللي دجرت في تونس لعمليفت العام الماضي وتحصلت على المرتبة الثانية في صنف الأكابر وصنف الأواسط المسارعة لمياء والتي اضطرت رفقة منتخبها لقطع المعسكر التحضيري بالماجر والعودة إلى بلدها بعد الجمود الذي فرضه وباء كورونا على العالم وبسببه تأجل الموعد الأولمبيو بتوكيو إلى العام 2021 وهو الموعد الذي كانت تنتظره البطلة بفارغ الصبر وخصصت جل وقتها للتحضير والتدريب بمنزلها وبإمكانيات بسيطة نحن في الأول كنا في تحضير في طاربوس مع الفريق الوطني في خارج البلد كنا في هونغاريا كنا في تحضير مستمر كنابيا بعدها تسمعنا الخبر باللي تأجل بطلة التأهل للألعاب الأولمبية وبعدها ولينا هنا للتزاير ولينا كل واحد في داره وليت ندير بروغرام وحدي مع تعليمة عن المدرب الفريق الوطني ولا من ذلك مع تعليمة عن المدرب النادي التاعي الأبطال المحمدية وليت ندير على معلومته موقع وليت ننطريني وحدي هنا في الدار هنا تلتزم لمياء بشروط الوقاية والحجر المنزلية حفاظا على نفسها وعائلتها متسلحة بالصبر فهو مفتاح الفرج والنجاح فبالصبر نبلغ ما نرجوه من أمل على حد قولها حسين مصالح بي إي سبورت من ولاية البويرة شرق الجزائر